بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت 12 زاك تشيك بنتكلم هنا على التشيكات اللي مفروض تعملها في عملية الديزاين فاملوني ان الكولم عندك كومبريشن كنترول يعني انت بتتكلم على السي على دي بتساوي او اكبر من 6 من 10 وايه مفهوم السي ادي السي ودي المسافة اللي هي لغاية التنشن ستيل اللي احنا بنسميها الدي فاحنا هنشتغل على اساس ان السي على دي بتساوي 6 من 10 يبقى السي بتساوي 6 من 10 في الدي والدي معلومة والاي بتساوي بيتا وان في السي حيث بيتا وان بتساوي 7 من 10 يبقى في الحالة دي انت حسبت الاي والاي دوت اللي هو الديبس بتاع الكومبريشن زون على اساس ان انا باخده يونيفور بيبقى دي المسافة هي ايه طيب نكمل مع بعض بنعمل التشيك على السترين سواء كان في التنشن او في الكومبريشن استيل طيب ده توزيع السترين ده اللي هو ابسلون اس اللي هو التنشن وهنا الكمبريشن استيل اللي هو حنسميه ابسلون وان او ابسلون داش المسافة دي هي عبارة عن د داش والمسافة دي هي عبارة عن السي والمسافة الكلية دي هي عبارة عن الدي طيب من تشابه المسلسات اللي عندي ابسلون اس وان اللي هو السترين اللي موجود في الكومبريشن استيل بيساوي سي ماينس د داش على سي في ابسلون اولتمت او الالتمت سترين بتاع الخرصانة اللي هو ثلاثة من الف لو عوضنا هيطلع القيمة دي يبقى في الحالة دي لو انت عايز تحسب السترس اللي موجود في الكومبريشن استيل يبقى هو عبارة عن اس في ابسلون اس وان حيديك سبعين يعني اكبر من اليلد في الحالة دي هناخد السترس بيساوي اليلد سترينس بتاع الخرصانة اللي هو ستين طيب التنشن استيل من نفس تشابه المسلسات تقدر تحسب السترين اللي موجود في التنشن استيل المعدل عندك دي ماينس سي على سي في الالتمت سترين بتاع الخرصانة هيطلع الكلام دوت اتنين من الف تحسب ف اس اللي هو المدرس الفلسطيستي مضروب في ابسلون اس يطلع تمانية وخمسين طيب تعال نحسب الفورسز اللي موجودة الفورس اللي جاية من الضغط بتاع الخرصانة والكومبريشن فورس اللي موجودة في الستيل والتنشن فورس اللي موجودة في الستيل المعادلة عندك خمسة وتمانين من مية ف سي في بي في ايه بي اللي هو العرض وايه اللي هو الديبس بتاع الكومبريشن زون عندك القيم تقدر تحسب الكومبريشن فورس اللي موجودة في الستيل اللي هي عبارة عن الاريا كونكريت في الاريا كونكريت مينس خمسة وتمانين من مية في ايه في سي بعد كده التنشن فورس بيساوي اريا ستيل في ايه في اس عندك الاريا ستيل اللي هي سبعة اللي هي التنشن ايه في اس اللي حسبناها اللي هي تمانية وخمسين يبقى انت حسبت كل الفورسز اللي موجودة على الكولم يبقى الكمبايند فورس البي ان هي عبارة عن سي سي بلاس سي اس وان ماينس تي الكلام دوت يطلع معاك الف تلتمية تمانية وسبعين طب المومنت اللي موجود المومنت ده جاي من ثلاثة فورسز اللي هي الفورس اللي موجودة في الخرصانة بلاس الفورس الموجودة في الكمبريشن ستيل بلاس الفورس الموجودة في التنشن اس تيل تقدر تعود كل القيم ديت موجودة عندك وتحسب م اللي هو بتاعت القطاع اللي هي دبندة على حديد التسليح وأبعاد القطاع في الحالة ديت هي عبارة عن م على بي ان م ان تحسبت بي ان انت حسبها الكلام دوت يطلع معاك تلاتاشر وستة من عشرة طيب القيمة اللي احنا حسبنا لها 11 أقل من 13 وستة من عشرة يبقى السيكشن في الحالة ديت compression control compression control يبقى الفايل هنشتغل عليها اللي هو strength reduction 65% طيب في الحالة ديت انت محتاج تعمل adaptation للسيكشن بتاعك هنرجع نحسب تاني نغير السيعة دي ونشتغل على اساس السيعة دي 66% يبقى السي هتقدر تحسبها السي هتقدر تحسبها بناء على القيم الجديدة اللي هي السيعة دي بتساوي 66% طيب في الحالة ديت احسب بقى الجديد الموجود في compression steel من نفس المعادلة اللي هي c-d داشة على c في ultimate strain بتاع الخرصانة وتحسب الموجود في compression steel اللي هو بيساوي ES اللي هو المدرس فلسطيستي بتاع السي مضروف في epsilon s1 في الحالة دي تطلع معاك 60 ليه حاخده 60 لان القيمة دي 72 اللي هي اكبر من اليلد يبقى انت هتشتغل على اليلد اللي هو 60 ترجمة نانسي